اشتركوا في القناة ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى ثم أما بعد فنحن في هذه الأيام المباركات نستقبل عبادة من أجل العبادات ألا وهي عبادة الحج الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام وهو من مبانيها العظام فإن الإسلام بني على خمس على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلاً فهذا الحج العظيم من أعظم العبادات وأجلها ولهذا جعل الله عز وجل ثوابه عظيم فقال صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه يعني كالطفل الذي لم يجر عليه القلم ولم يكتب عليه ذنوب وهذه نعمة عظيمة إذا تحققت للعبد وخرج من ذنوبه السابقة ولهذا فعلى المسلم أن يقدر عظم هذه النعمة وأن يجتهد في أداء الحج على الوجه المشروع فإن العبادات جميع العبادات لا بد لها من شروط حتى تكون العبادة مقبولة ومن هذه الشروط أن تكون العبادة خالصة لله عز وجل ومعنى خالصة لله أن العبد لا يريد بها إلا وجه الله تبارك وتعالى لا يريد بها رياء لا يريد بها سمعة لا يريد بها أي غرض من أغراض الدنيا وإنما تكون خالصة لله عز وجل وهذا شرط في جميع أنواع العبادات الصلاة الصوم الحج الزكاة وكل العبادات لا بد أن يفعلها العبد مخلصا بها لله تبارك وتعالى ومعنى مخلص بمعنى أنه متوجه بها لله عز وجل يقصد بها الله عز وجل يفرد الله عز وجل بها يوحد الله عز وجل بها فهذه المعاني كلها تدل على مسألة واحدة وأن العبد مفرد للعبادة هذه لله عز وجل ولهذا تسمى إخلاص تسمى توحيد تسمى إفراد كل ذلك معنى واحد أنك تريد بها واحد وهو الله عز وجل ولا تريد بها غير الله عز وجل ولهذا فإن شعار الحج من يوم أن تدخل في الحج فأنت تردد هذا الإخلاص لله عز وجل وتنفي أن يكون في عبادتك شراك لغير الله عز وجل فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع وهي المرة الأولى التي يحج فيها الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه عندما فرض الحج في السنة الثامنة كان البيت فيه بعض الناس يطوفون طوافهم عرات أو نحو ذلك فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم بأن لا يحج مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ثم حجة الوداع وسميت الوداع لأنها الحجة التي وادع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين وقال إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون ففهموا أنه وداع وأنهم لا يرونه بعد ذلك وهذا الذي حصل فإنه بعد حجه مات بعد أن رجع إلى المدينة فلما أراد أن يحج هذه الحجة أو هذه الحجة فإنه أعلن ذلك للناس فجاء معه خلق كثير من أهل المدينة ومن غيرها من الذين قدموا على الرسول صلى الله عليه وسلم ليرافقوه في الحج ويتابعوه ويتابعوه ينظرون ماذا يفعل ويفعلون كما يفعل وهذا هو الشرط الثاني من شروط قبول العبادة أن تكون على وفق ما شرعه الله عز وجل وما شرعه الله عز وجل ينفذه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يطبق شريعة ربه فلما لبس الإحرام من المقات مقات ذي الحليفة وهو الذي يسمونه الآن بيار علي وكان قد حدد للناس المواقيت لينقل الخبر للمسلمين لأن المسلمين يأتون من جهات كثيرة فحدد المواقيت ومنها مقات أهل المدينة ذي الحليفة فبات فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ثم في ضحى يوم السبت من اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة لبى بالحج من ذي الحليفة وذلك لأنهم يأتون على الإبل فيحتاج إلى فترة يسيرون فيها من الميقات فقال صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك تأملوا في هذه التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك هذا والإخلاص ولهذا فهم الصحابة ذلك ولذلك بعضهم يقول فلبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد أين ذكر التوحيد؟ لما قال لا شريك لك يعني أنا مستجيب لعبادتك يا ربي من غير إشراك لأحد في هذه العبادة فهذه العبادة خالصة لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك وهذا أيضا إفراد لله عز وجل بما يستحقه من الحمد والتعظيم والملك إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك فهو أفرده ووحده في الإلهية ووحده في الربوبية ووحده في الأسماء والصفات وفهم الصحابة هذا المعنى ولهذا عبروا عن هذا المعنى في روايتهم للحديث بأن هذا المراد به التوحيد فقالوا كما في حديث جابر الذي في صحيح مسلم فلبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد ولبى المسلمون معه جميعا بهذه التلبية وكان لا يزيد على هذه التلبية وبعض الصحابة يزيد كلمات صحيحة فما أنكر عليهم أقرهم عليها كقول بعضهم لبيك وسعديك والمراد بسعديك يعني إرضاء لك يا الله لأن الإنسان ما يستطيع أن يسعد الله وإنما المراد إرضاء لك يعني ولهذا وَسَعْدَيْكَ تُقَالُ لِلْخَالِقِ وَتُقَالُ لِلْمَخْلُوكُ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل معاذ لما كان معاذ رديف معه وناداه وقال يا معاذ فقال لبيك وسعديك فدل على أن هذا الكلام يقال للخالق والمخلوق فلبيك يعني أنا مستجيب لك يا رسول الله ماذا تريد مني وسعديك بمعنى أنني أرضيك بما تطلبه مني وأيضا يوم القيامة لما ينادي الله عز وجل آدم ويقول يا آدم فيقول لبيك وسعديك فيقول له أخرج بعث النار من أمتك وهنا قالها لله عز وجل لبيك وسعديك وقالها معاذ للرسول صلى الله عليه وسلم وليس هذا كهذا فإن الاستجابة للمخلوق فيما يطلبه منك المخلوق ولهذا يجوز لأي شخص يقول لك شيء تقول لبيك يعني هذه فيها تكريم له بالإجابة وأنك مستعد للإجابة وتقول سعديك أيضا فلا حرد والمراد بسعديك لله عز وجل إرضاءً لك استجابةً لك يا ربي لبيك أنا مستجيب لك ومستجيب لك في أي شيء لأن الله فرض علينا الحج الله فرض علينا الحج فنحن نلبي نستجيب لهذه الشعيرة العظيمة ونلبي لله عز وجل لكن مخلصين هذه الشعيرة لله سبحانه وتعالى فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يلبي هذه التلبية التوحيدية منذ أن سار من المدينة حتى بد في الطواف وهو يردد هذه التلبية وما يسمعها من حجرٍ ولا شجر من عن يمينه ولا عن شماله إلا ويردد ذلك وذلك لأن هذا الخلق من خلق الله عز وجل هو يعرف الله ويسبح الله وينزه الله ويفرح أن يمر عليه مؤمن يعبد الله تبارك وتعالى لكننا لا نفقه كلامهم ولا نفقه تسبيحهم لكن جاء في الحديث حتى تنقطع الأرض عن يمينه إذا لبَّى وعن يساره حتى تنقطع الأرض وكان بعض الزيادات التي يزيدها الصحابة هي صحيحة كقول بعضهم لبيك ذي المعارج والمعارج الصعود فإننا الملائكة تصعد إلى الله بالأعمال وهذا في إثبات العلو لله عز وجل ولبيك ذي الفواضل يعني المتفضل على عبيدك والرسول صلى الله عليه وسلم جاء في بعض تلبيته لبيك إله الحق لبيك إله الحق يعني أنت الإله الحق وكل من يؤله من دونك فهو باطل كل تاليه لمخلوق غير الله فهو باطل أما إله الحق فهو الله سبحانه وتعالى ولهذا لا تصلح الألوهية إلا لله سبحانه وتعالى لا تصلح العبادة إلا لله سبحانه وتعالى فلا بد أن ندرك هذه المعاني وأن ندرك هذه الشروط الشرط الأول أن نخلص العبادة لله تبارك وتعالى الشرط الثاني أن نتابع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما شرعه لنا في هذه العبادة العظيمة ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حجه لتأخذوا عني مناسككم لتأخذوا عني مناسككم وسميت المناسك المتعلقة بالحج مناسك لأن النسك هو الذبح ولأن الذبح يعني ظاهر في أنساك الحج فإن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجه أهدى مئة من الإبل نسيكة ذبيحة لله سبحانه وتعالى ولا يتقرب لأحد بالنسك والذبح والذبح إلا الله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسك ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له يعني لا تتقرب لمخلوق بذبيحة أبداً الذبائح إنما تكون تقرباً لله من الهدي من الفدي ما شرع من الفدي من الأضحية هذه يتقرب بها إلى الله ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما أحرم لبَّد رأسه بمعنى وضع شيء من الدهن الذي يلبِّد الرأس كالعسل ونحو ذلك لبَّد رأسه حتى لا يطير الشعر ويختلط به الغبار وأشعر هديه ما معنى أشعر هديه جعل علامة على الإبل أن هذه هدي مهدى لله عز وجل تذبح في الحرم ومعنى تذبح في الحرم في حدود الحرم ليس داخل المسجد فهذا يسمى هدي وهذا الهدي لا يذبح إلا في اليوم العاشر يوم العيد أشعره الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هذا الهدي لا يجوز أن يستخدم لا يجوز أن يركب إلا لمن ليس معه راحلة حتى يبتعد الإنسان على الانتفاع بهذا الهدي هذا مهدى لله عز وجل فلا يحمل عليه أغراضه ولا يحمل عليه متاعه ولا يركب عليه إلا إذا احتاج ليس عنده مركوب غيره فقد أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لمن احتاج وأيضاً فلا يأكل منه الحاج ولذلك أوصى الذي يسوق بهديه أوصاه أنه إذا مات في الطريق إذا هلك ينحره ثم يضع عليه العلامة التي علقت عليه على أنه هدي نعل كانوا يعلقون عليها أو نحو ذلك للدلالة على أنه هدي فمن جاءه من المسلمين أكله أما الحاج الذي أهدى هدي فلا يقول منه إذا هلك كما أنه لا يأكل من الصيد الذي يصاد لأجله أو أنه يصيده فهذا أيضاً لا يفعل ذلك هذه النسيكة أكثر ما تكون في الحج مع أنه يجوز أن يهدي الإنسان النسيكة لكن أكثر ما تكون النسائك والإهداء لهذا البلد الحرام والمراد له ليس أنه عبادة تقرب للبلد الحرام التقرب كله لله وإنما المراد أنها تكون في هذا المكان الذي حدده الله عز وجل كما أن الله حدد أن الصلاة وجهة القبلة ونحو ذلك وهذه العبادات كلها لله فكذلك الذبائح هي لله لكن تكون في هذا المكان يعني ليس الذبائح يتقرب بها إلى مينة أو يتقرب بها إلى مزدلفة أو يتقرب بها إلى مكة لا يتقرب بها لله عز وجل في هذا المكان هكذا شرعت ولهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أفضل ما في الحج العج والثج أفضل ما في الحج العج والثج والثج هو سفك الدماء يعني كلما نحرت نحائر كثيرة لله عز وجل فهذه عبوديات عظيمة لله تبارك وتعالى في هذا المكان ولهذا حتى ما يتعلق بذبح إسماعيل عليه السلام فإنه كان في هذا المكان فإن أبان إبراهيم رأى في المنام أنه يذبح ابنه في هذا المكان نسيكه وهل يتقرب بذبح إنسان؟ ما يتقرب إلا لو شرعه الله لو شرع الله أن يتقرب بذبح ابنه فإنه فشرع الله مقدم على النفس وعلى كل شيء ولهذا فإن هذا النبي الكريم أخذ هذا الغلام المميز لأنه كان مميز استشاره وهو يميز ولذلك هو أطاع الله ويعبد الله فاستشاره وهو سوف ينفذ لكن ما يدري ماذا يرد يريده أن يعلم ذلك فكان رده رد العبد الموحد افعل ما تؤمر يعني استسلم لله أن يذبح لله وهذا كما يستسلم العبد أن يموت في الجهات يعني أحيانا يستسلم العبد ويعلم أنه ميت لما يحاط به من الأعداء من كل جهة فهو يغلب على ظنه أنه لن ينجو كما قال أحد القراء السبعين الذين أحاط بهم المشركون وكان في في الإبل هو ورفيق له فعد المشركون على إخوانه جميعا فقتلوهم فلما جاءوا من جهة الإبل فإذا السبعين قد قتلوا جميعا وهذا ورفيق هؤلاء رجلان ماذا يصنعون ما في حيلة فأما أحدهم فقال لن أستسلم لهؤلاء ولن أرغب بنفسي عن هؤلاء ولذلك استل سيفه وحاطوا به وقتلوه فهو قدم نفسه لله إسماعيل عليه السلام قدم نفسه لله فالله عز وجل نسخ الحكم حكم أن يذبح إبراهيم ابنه وفداه بذبح عظيم يعني جاء كبش جاء الله بكبش وقال اذبح هذا فذبحه في مكة ولهذا المسلمون يفعلون ذلك اتباعا لسنة إبراهيم عليه السلام وكثير من المناسك هنا هي اتباع لسنة إبراهيم ولا فرق بين سنة إبراهيم عليه السلام وسنة محمد صلى الله عليه وسلم وجميع ما اتفق عليه الأنبياء فهو دين واحد حق ما لم يكن خاص ببعض الأنبياء ولهذا الأنبياء الذين بعد إبراهيم كلهم جاء جاءوا وحجوا هذا البيت وجاءوا ملبين فالشعيرة هي الشعيرة يعني التوحيد ملازم لهؤلاء الأنبياء فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن نبيين كريمين أنهم مروا على وادي عسفان عسفان وادي معروف الآن حول تسعين كيلو عن مكة وهم على بكرين أحمرين وكانوا محرمين ملبين لهذا البيت يعني حادين لهذا البيت ملبين لله بالتوحيد فنفس النسيكة والعرب بقي عندهم بقايا من دين إبراهيم فإن إسماعيل عليه السلام بقي في مكة حتى توفاه الله وأنبياء بني إسرائيل هم من ذرية إسحاق وأما إسماعيل فهو بقي في مكة وترب أم على التوحيد ودعوة إسماعيل عليه السلام وبقوا على توحيد الله عز وجل وصرف العبادة لله وإقامة المناسك والحج حتى جاء رجل من معظم قريش فاستورد الشرك استيرادا استورد الشرك زار بلاد الشام فوجد فيها شركا ورآهم يعظمون أصناما فأعجب بهذه العبادة الشركية فجاء بها وكان معه ري من الشياطين ودله على الأصنام التي كانت في زمن نوح وأخرجها له ثم دع العرب الذي ياتون ويحجون ودفع لهم الأصنام وقال اعبدوها فإنها تقربكم إلى الله زلفا وشرع لهم شرائع جديدة من هواه فحرم بعض الإبل وحرم بعض الطيبات فاتبعوه في التحليل والتحريم واتبعوه في الشرك في الأصنام ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم رأيته يجر قصبه في النار رآه يجر قصبه في النار قال لأنه أول من غير ملة إبراهيم فدل على أن إسماعيل وإبراهيم على ملة واحدة ونحن على هذه الملة على ملة إبراهيم فهي ملة التوحيد الخالص والبراءة من الشرك فكانوا يحجون العرب لكنهم خلطوا مع تلبيتهم تلبية الأصنام فكانوا يتمسحون بالأصنام ويلبون من عندها بعضهم من يلبي لمونات وبعضهم لهبل وبعض إلى غير ذلك كانوا يلبون ويأتون ويزيدون في التلبية لأن التلبية صارت توحيد وهم قد طرأ عليهم الشرك فكانوا يقولون لبيك كانوا يحجون والرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم للتوحيد لكنهم يحجون على الشرك فكانوا يقابلهم يقابلهم في الحج لكنهم قبل أن يفرض عليه الحج وما حج معهم لكن كانوا يقابلهم يدعوهم إلى التوحيد فكانوا يسمع هذه التلبية التي يخلطون معها الشرك وكانوا يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكوا وما ملك فهم يعتبرونه شريك صغير يعني يعتبرون أن الصنم شريك صغير لا يعادل الله وأن الله يملكه لكنهم يرون أنه له شيء من العبادة على قدره يعبدونه على قدره وأعظم ما يريدون منه التشفع عند الله فعندهم أن شفاعته لا ترد وأن شفاعتهم سوف ترتجى ونحو ذلك ولهذا إذا قالوا التلبية بالتوحيد وقالوا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك يقول الرسول حسب يعني يكفيكم هذا قفوا هنا فيقولون لا إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك فبقي عندهم يعني بقي عندهم الوقوف في عرفة يقفون بقي عندهم مزدلفة بقي عندهم كثير من المناسك يأتون إلى ميناء يجتمعون ينشدون الأشعار يتقربون تقربات شركية منها لله ومنها لغير الله عز وجل كان هذا موجود عندهم الفترة التي حج فيها الأنبياء الذين هم من ذرية إسحاق ما يدرى عنها هل كانت والناس على التوحيد قبل أن يغير أحدنا الملة الله أعلم لكن الرسول عليه وسلم أخبر قال لما مر على هذا الوادي وادي عسفان قال مر عليه هود وصالح على بكرين أحمرين ملبيين حاجين لهذا البيت هل هو في زمن التوحيد أم في زمن الشرك لكن معروف أن الأنبياء كل نبي يبعث إلى قومه لكن لا يقرون الشرك أبدا ولا يكون لأهل الشرك ولاية على هؤلاء الأنبياء فالله أعلم قالب الظن أنهم ربما حجوا والناس قبل تغيير الملة قبل أن تغير ملة إبراهيم عليه السلام إذن أفضل ما في هذا الحج هي هذه العبادات العظيمة عبادة التوحيد والثاني مرتبط بها وعبادة الثج العج والثج العج رفع الصوت بالتلبية أي بالتوحيد والثج هو توحيد لأنها كانت تنحر باسم الله هذه الإبل كانت تنحر باسم الله وتذبح لله عز وجل فلابد للمسلم أن يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم ويحقق الشرط الثاني يحقق الشرط الأول شرط الإخلاص ويحقق الشرط الثاني شرط المتابع للرسول صلى الله عليه وسلم فإن ويبتعد عن ما يفسد هذه العبادة وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وحذَّر من ما يفسد هذه العبادة ومنها الفسوق والفسوق معنى عام لثلاثة أشياء للمعصية لله عز وجل من كبائر الذنوب وللوقوع في البدعة وللوقوع في الشركة الأكبر فهذه كلها تسمى فسوق يطلق عليها فسوق فإن المشرك فاسق ومرتكب الكبير فاسق والمبتدع فاسق فهذه والرسول صلى الله عليه وسلم ضمن الغفران للعبد ما لم يفسق أو يرفث والرفث من جنس آخر الرفث هو ما يتعلق بالنساء فإن المحرم لا يعاشر زوجته ولا يقترب النساء فهذا يسمى رفث فالله في حال إحرام العبد حرم عليه أن يعاشر زوجته في حال إحرامه وحتى بعد أن يخلع الإحرام يوم العيد فلابد أن يأتي بطواف الإفاظة والسعي الذي بعد طواف الإفاظة حتى تباح له زوجته فكما أنه يحرم على العبد أن يقترب من زوجته وهو صائم فكذلك في الحج فلا يرفث بمعنى ولا حتى الكلام فيما يتعلق بالنساء لا يتكلم مع النساء في موضوع الجماع ودواعيه هذا الرفث وأما الفسوق فهو الوقوع في المعاصي الوقوع في البدع الوقوع في الشرك ولهذا على الإنسان أن يعرف هذه المسائل التي تخدش حجه فإنه لا يستفيد من حج لو كان يوم أحرم مر على قبر وتمسح به وجاء به فإن هذا التبرق بالقبور والتمسح بها هذا من أنواع الشرك أو أنه يطلب منه السلامة في الحج أو أنه يختار أن يلبي من عنده أو نحو ذلك لو تقرب له بذبيحة فهذه الطامة الكبرى فإن الذبايح لا تذبح إلا لله وكما سمعت إن صلاتي ونسوكي لله ما هو للبشر فإذا كان يتقرب لمخلوق بذبيحة فهذا لا يقبل منه حج البتة ما يقبل من حج يعني لو أنه قدم ذبيحة للبدوي قبل أن يأتي أو لحسين أو للعيدروس أو للجيلاني أو غيره أي مخلوق أي مخلوق على وجه الأرض لو تقرب له بذبيحة فحجه لا فائدة منه البتة هذا الحج تعب عليه لأن من شروط الحج أن لا يكون الإنسان على عمل كفري مخرج من الملة ومن كانت هذه حالة فهو الذي ذكر الله عنه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فهذا أمر في غاية الأهمية أن يعرف العبد أن العبادات لا يتقرب بها لغير الله تبارك وتعالى كذلك في دعائه لما يستغيث يا رب اغفر لي يا رب ارحمني ويدعو الله عز وجل لا يجوز أن يدعو مخلوقا من دون الله تبارك وتعالى لا يجوز وهذا من أنواع الشركة الأكبر أن تدعو مخلوقا أن يغفر لك أو أن يرحمك أو أن يرزقك أو أن يعافيك من الأمراض هذه كلها لا تطلب إلا من الله عز وجل وهذه من أجل أنواع العبادات من أجل أنواع العبادات هو أن يتعلق قلبك بالله وتتوجه لله ولا تتوجه للمخلوقين ولهذا الذي نرى بعضهم يدعو يا عبد القادر الجيلاني يا عيدروس يا حسين يا فلان ونحو ذلك من الأدعية فهذه والعياذ بالله عمل المشركين حذو القذة بالقذة لأنه ماذا يصنع لك عبد القادر الجيلاني ولا حسين يقول حسين ولي طيب وإذا كان ولي ماذا يصنع الولي هل استطاع الحسين أن يدفع القتل عن نفسه ألم يأخذ يؤسر ويقتل هل استطاع أن يدفع القتل عن نفسه أما أنه ولي فنعم ولي لله لأن الناد من الرسول عليه السلام قد شهد سيدة شباب أهل الجنة الحسن والحسين وغيرهم كثير من الذين بشروا بالجنة فدعك من الأولياء هؤلاء الأنبياء مقطوع لهم بالجنة قطعا بإجماع المسلمين الأنبياء هم الطبق الأولى من الأولياء هم أولياء الله ما في أحد أعلى من الأنبياء والرسل ما في أحد أعلى منهم فهل توجه الرسول صلى الله عليه وسلم لإبراهيم وقال يا إبراهيم أنا مريض شافني يا إبراهيم فيه غزوة منصرني فيها كما يفعل بعض الناس الآن يتوجهون بالطلب لغير الله تبارك وتعالى يعني الرسول عليه السلام لم يدعو نوح أول الرسل ولم يدعو إبراهيم ولم يدعو موسى وما دعا أحد من الأنبياء والمرسلين فهل ممكن أن يكون دين غير دين محمد صلى الله عليه وسلم ماذا دهى الناس ما الذي أصاب الناس يعني ما عرفا أن الرسول عليه السلام دعا أحدا من الأنبياء لا في كرب لا في حرب لا في مرض لا في ما دعا نبيا من الأنبياء ألبت الخلفاء الراشدون ما دعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ألبت بعد وفاته وفي حال حياته ما يدعونه وهو غائب وهو حاضر يطلبون منه أن يدعو الله لكن وهو غائب يعني لما ياتي عليهم نكبة في غزوة من الغزوات ما يقولون يا رسول الله لأنه غائب الغائب كالميت ما يدعونه أبدا غاية ما يقولون اللهم بلغ عنا نبيك اللهم بلغ عنا نبيك أنه حصل كذا وكذا فقط أما أن يطلبون منه نصرا أو فتحا أو نحو ذلك هذا ما حصل إطلاقا ما حصل إطلاقا ولا عرف هذه الشركيات إلا من الطائفة العبيدية الزنادقة الذين قلعوا الحجر الأسود وغيروا كثيرا من دين المسلمين بحجة حب آل البيت ثم انتشر بعد ذلك عند المتصوفة فصاروا يعظمون عبدالقادر الجيلاني ويعظمون غيره حتى أنه ألام بعض القبور يقولون الذين يزورون ويطوفون بقبر ثلين مليون هذا والله شيء عجب ثلين مليون يطوفون بقبر السيد البدوي ثلين مليون يطوفون والعلماء مجمعون على أن الطوافة عبادة لله ولا يطاف على مكان إلا الكعب ليس في الأرض مكان يطاف به إلا الكعب وهل قبر البدوي أفضل من قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وهل شرع الطواف بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يأتي من يطوف بقبر البدوي أو بقبر الست زينب أو بقبر فلان وفلان فماذا دهى هذه الأمة ثم يأتيك في الحج ويقول وقع على جسمي نقطة من الدم حجي صحيح ولا ما صحيح ما شاء الله ما شاء الله على الفقه في الدين وهو قطاف بالقبر جاء يأتيك ويقول لك أنا يعني لمست زوجتي أثناء الطواف هل طوافي صحيح ولا ما هو صحيح وهو قطاف مثلا بقبر الحسين لا إله إلا الله ماذا دهى الناس أين عقوله هذه قضايا أساسية في دين الله القضايا الأساسية أن تجرد العبادة لله عز وجل لا تدعو إلا الله لا تستغيث إلا بالله سبحانه وتعالى لا تنزل حاجتك إلا بالله لا تذبح إلا لله لا تنذر إلا لله لا تلتبس البركة من الخلق تتمسح بمخلوق تقول أبغى أوليد منه بركة من أين لك هذا يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم كان رجل مبارك فكان الصحابة يأخذون من عرقه وهو يقرهم على ذلك لكنه بعد وفاته ما فعل ذلك بأبي بكر الصديق رضي الله عنه أبر هذه الأمة ما أخذ من عرقه شيء ولا أخذ من ملابسه شيء ألبت إجماع الصحابة جميعا ما فعلوا ذلك بعمر ما تمسحوا به ولا بعلبنا بطالب إلا الزنادقة الزنادقة أوحى إليهم رجل اسمه عبد الله بن سبا عبد الله بن سبا اليهودي دخل في الإسلام ليفسد ملة الإسلام وهو من يهود اليمن السبا اليهودي الحميري فدخل في الإسلام وأوحى إلى بعض الدرويش الذين إمعات أتباع كل ناعق فقال لهم علي الله حل في علي الله حل في علي ولذلك يسجد لعلي لأن الله حل فيه فخرج علي يوم من الأيام فلما رأوه سجدوا فقال لهم تعالوا لمن تسجدون قالوا لك قال ويحكم قالوا أنت الله قال من قال لكم ذلك أنا أمشي في الأسواق وأكل الطعام أكل الطعام يعني محتاج ماني غني الله غني الله صمت فقال أنا أكل الطعام قالوا أنت الله فقال توبوا إلى الله وارجعوا فلم يتوبوا ولم يرجعوا فحرقهم بالنار وأجمع الصحابة على أن هذا حكمهم القتل لكن بالتحريق بالنار قالوا لا اقتلهم بالسيف لأنه لا يعذب بالنار إلا ربنا هذا هؤلاء الزنادقة الذين اعتقدوا أن الله حل في علي قبل هؤلاء الزنادقة ما عرف أنه يعبد مخلوق ولا تصرف العبادة لمخلوق في البتة الآن زنادقة الصوفية يقولون الله حل في كل مكان وحل في البشر بل قالوا يحل حتى في الكلاب والخنازير والعياذ بالله أرأيتم كيف الانحراف إذا استمر أين يصل ولذلك أهم شيء وأنت تحج لله عز وجل أن تجرد التوحيد وتعرف التوحيد تعرفه معرفة جيدة لا تلتفت لمخلوق أبدا لا في دعائك ولا في صلاتك ولا في حجك ولا في زكاتك وجهت وجك لمن؟ لله فكل شيء تطلبه من الله سبحانه وتعالى هذا أهم شيء ولهذا كان الرسول عليه السلام يكرر هذه التلبية حتى وصل إلى مكة ثم بدأ بالطواف فطاف سبع أشواط ثم صلى ركعتين فلما صعد إلى الصفاء دعاؤه في الطواف كله توحيد لله ما في دعاء للأنبياء ولا لغيرهم يعني ما يدعو أحدا من دون الله عز وجل ما يدعو إلا الله سبحانه وتعالى فلما صعد على الصفاء واتجع جهة القبلة جهة الكعبة قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له شوفوا إعلان التوحيد في أعظم هذه الأمكنة والناس يسمعون لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده يعني لا عبادة لا تأله إلا لله وحده أعز جنده وجند الله هم أهل التوحيد ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده فيكررها على الصفاء ويكررها على المروة ويعلن هذه الأمور في اجتماع الناس الكبير في يوم عرفة كان يقول أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهذا ثناء على الله وشهادة حق وسماها الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة سماها دعاء وهذا الذي يجعل الدعاء ينقسم إلى قسمين دعاء عبادة ودعاء مسألة دعاء عبادة ودعاء مسألة ودعاء العبادة أعظم من دعاء المسألة لأن دعاء المسألة تطلب حاجة لنفسك أنت اللهم ارزقني اللهم ارحمني اللهم اغفر لي فأنت تقضي حاجة لنفسك من الله بطريقها الصحيح وأما الثناء على الله عز وجل فهو عبادة لكنك تثني على الله فقط تثني على الله سبحان الله عبادة الحمد لله عبادة الثناء على الله كله عبادة كل ما تثني على الله هذا دعاء العبادة هذا كله عبادة ومن ذلك مثلاً لما ترون أذكار المساء أذكار الصباح أذكار الوضوء أذكار ما تقوله في الركوع ما تقوله في السجود ما تقوله في النوم هذا كله ثناء على الله كم فيه من الثناء على الله عز وجل أدبار الصلوات كم تسبح لله هذا كله دعاء كله ثناء على الله عز وجل وهذا الثناء هو ثناء لمن يستحقه وهو تعظيم لله تبارك وتعالى وأساس التوحيد هو التعظيم لله عز وجل أن تعظم الله تعظم الله عز وجل في قلبك تعتمد على الله ولهذا لما بعض الصحابة كانوا يزيدون في التلفية يقول لك الرغباء والعمل ما معنى الرغباء والعمل يعني نرغب إليك الرغباء هو أن ترغب إلى الله كل ما تريد أن يتحقق لك فإنك ترغب إلى الله فيه هذا الرجاء ترجوه من الله ولهذا العبد هو يريد حاجتين الحاجة الأولى سعادته في الدنيا والحاجة الثانية سعادته في الآخر سعادته في الدنيا التي فترة قصيرة أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين ولا يجاوزها إلا القليل والسعادة في الآخرة بمعنى أن ينجو من عذاب الله عز وجل ويدخل الجنة هذه من من تطلبها من الذي يملكها الذي يملك سعادتك في الدنيا ويملك سعادتك في الآخرة منه؟ هو الله عز وجل إذن أنت ترجوها من الله لك الرغباء والعمل يعني نرغب إليك في تحقيق ما نريد لك الرغباء والعمل لك أعمالك لله عز وجل التي شرعت عبادة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ولهذا أنت تتوكل على الله في تحقيق مقصودك وسعادتك وهذا الذي تتقرب إليه تثني عليه بما يحب وتثني عليه بالحق لأن الصفات العظيمة هذه صفات الكمال هي صفات الله عز وجل ولهذا يعبد يعبد لأنه كامل ما هو ناقص يعبد لأنه كامل فأنت تثني عليه بما يستحق من صفاته والله عز وجل يحب منك هذا الثناء ولهذا خلق من الملائكة الخلق العظيم الذين يثنون على الله ولذلك ما من شبر أو موضع أربع صابع في السماء ألا وملك راكع أو ساجد وفي موازنة هذا البيت الكعبة في موازنتها في السماء بيت العزة يطوف به من الملائكة كل يوم سبعون ألف لا يرجعون إليه إلى يوم القيامة من كثرتهم من كثرتهم فمن حكمة الله عز وجل أنه خلق خلقا يثنون عليه سبحانه وتعالى يمجدونه يعظمونه يسبحونه لا يسأمون من ذكره وخلق الثقلين وجعل كلفهم تكليفا واختبارا هل يتشبهون بالملائكة ويعرفون لله حقه ويثنون عليه أم أنهم تغويهم الشياطين لأن الله سلط عليهم الشياطين ما يأتي شخص ويقول لماذا ما جعلنا ملائكة ولماذا يسلط علينا الشياطين الله ما يسأل عما يفعل أنت في الموقع الذي أراده الله عز وجل أنت ما تفرض على الله أن يجعلك من الملائكة ولا تفرض على الله أن يبعد عنك الشياطين أو نحو ذلك وأن يبعد عنك هوى النفس الأمار بالسوء أنت ما تفرض على الله أنت عبد ومعنى العبد أن تؤمن بما جاءك من الرسل وأن تلتزم الطريق وأن ترجو النجاة وقد تسلم وقد لا تسلم يعني أنت قد تسلم ويقبل الله دعاءك وقد لا تسلم ولا يقبل الله دعاءك ولهذا بعض من الناس قد يستمر على عبادة الله ثم ينحرف ويختم له بشر وبعض من الناس بالعكس أنت لا تملك من أمرك شيئا أنت في ملك الله عز وجل لكنك ما أنت تقول قد يذهب بي إلى النار أو نحو ذلك قد يذهب بي إلى النار لك أنت تملك شيء أنت تقدر تنقذ نفسك من النار أنت تقدر تدخل نفسك الجنة أنت لا تستطيع ذلك الذي يستطيع هو الذي يحتاج أن تتعلق به وأن تدعوه وأن ترجوه وشرع لك مواطن مواطن لهذا مواطن تفتح لك كما شرع مثل لك ليلة القدر شرع لك في الصيام شرع لك في ثلث الليل الأخير شرع لك مواطن الحج هنا تحط الأوزار مواطن الحج لما تلهج بالتلبية مع الحجات لما تدعو الله في الطواف لما تدعو الله في السعي لما تدعو الله في منا لما تدعو الله هل هذا هو معروف منك تقدمه لله عز وجل يعني لو كان الناس على أفجر قلب رجل واحد ما نقص من ملك الله شيء ولو كان على أتقى قلب رجل واحد ما زاد في ملك الله شيء بس أنت أنقذ نفسك ولا تشغل نفسك بالوساوس واستغل هذه المواطن يوم يأتيك موسم الحج فهذا موسم عظيم وأعظم شيء تعمره بالحج هو تجريد القلب تجريد القلب لله سبحانه وتعالى تعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى تعلق رجائك بالله سبحانه وتعالى تعلق أملك بالله عز وجل تعلق خوفك من الله سبحانه وتعالى وتتابع الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هذه المتابعة شرط في العمل وتقربك إلى الله يقبل منك تفعل كيف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم كيف حج كيف طاف كيف سعى كيف أهدى تسأل عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تفعل بجهالة أو تسأل من لا يفقه فيظلك يعني إذا أردت أن تأسأل فاسألوا أهل الذكر اسألوا أهل العلم الذين يعلمونك الحق فإذا عرفت عالما وسألته فلا تكرر الأسئلة بعض من الناس يسأل عشرة في اليوم الواحد وهذا ما يصلح لأن لو أفتاك هذا بفتوى غير فتوذك كيف تميز بينها أنت ما تستطيع أن تميز إلا أن يخبرك يقول الذي يفتيك يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كذا والأول جاءك بفتوى ولم يذكر لك الدليل فلا شك أن الفتوى المشفوعة بالدليل هي الصحيحة الفتوى المشفوعة بدليلها يقول تفعل كذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل كذا أو قال كذا أو أقر كذا وأول ما تحرص أن تسأل عنه ما أعظم شيء وهو التوحيد لله عز وجل فتوحيد الله عز وجل كل العبادات كل صحة العبادات مرتبطة بهذا الأمر أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا ولكم حج هذا البيت العتيق على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يقبل منا دعاءنا وحجنا وذبحنا وكل أعمالنا وأن يختم بالصالحات أعمالنا ومن البشرى لمن يموت محرما في الحج فإنه يبعث ملبيا يوم القيامة فإنه مات رجل مع الرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفه سقط عن ناقته فمات فقال يعني جعلوا إحرامه كفنه وقال إنه يبعث ملبيا يوم القيامة وهذا يدل على عظيم فضل الحج أنه كما مات في حجه محرما فإنه يبعث ملبيا يوم القيامة وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد ترجمة نانسي قنقر